ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ترأس وفد مملكة البحرين في أعمال اللقاء الوزارية التشاورية السادس للدول الأسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة حوار أبوظبي السادس نعم هذا وقت ضمنت أجندة الحوار بنودا لموضوعات تعنى برصد المتغيرات المتوقعة في أسواق العمل والتطورات الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على معدلات العرض والطلب على القوى العاملة المؤهلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في كلمة له بالملتقة تناول حميدان تجربة مملكة البحرين في مجال حماية حقوق العمال الوطنية والوافدة على حد سواء مشيرا في هذا السياق إلى إطلاق البحرين لعدد من المبادرات الهدفة إلى ترسيخ هذه الحقوق من خلال نظم وتشريعات وطنية تعزز عدم التمييز وضمان المساواة والعدالة وتطبيق المبادئ الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي طبقا لمعايير العمل والاتفاقيات الدولية المعتمدة تطرق سعادة الوزير إلى استكمال المرحلتين الأولى والثانية من نظام حماية الأجور والتزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال في المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي بتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية الخاصة بالعمال في المصارف البحرية لافتا إلى الإنجاز التي لا تزال تحققه مملكة البحرين باختيارها وللعام الرابع على التوالي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ترجمة نانسي قنقر